بيتسو مسيماني النهاردة اجتمع بلعاب الاهلي قبل انطلاق المران طبعا قد فرصة للاجتماع مع كل اللاعبين الكلام على اهمية مباراة المريخ السوداني البعث ان شاء الله هتسافر غدا ان شاء الله الساعة الرابعة عصرا هيكون فيه مران رئيسي على ملعب الجهوارة ملعب نادي الهلال لانه هو الملعب المتاح لصدافة المباريات بالنسبة للمريخ والهلال في السودان خلال الفترة الحالية بعد غلق ملعب المريخ بسبب اعمال الصيانة فبالتالي هيكون فيه تدريب يوم الخميس عصرا ان شاء الله هيكون التدريب الرئيسي قبل المباراة هتتلعب يوم السبت الساعة 3 العصر بيتسو مسيماني النهاردة كان ليه تصريحات مهمة جدا بخصوص مباراة المريخ قال هدفنا تحقيق الفوز على المريخ في ملعبه فرصة عشان تتصدر المجموعة لازم تكسب المباراة القادمة خارج ملعبك اي نعم التعادل يضمن لك التأهل لكن في نفس الوقت هدفنا تحقيق الفوز على المريخ في ملعبه وهي ان شاء الله هتكون فرصة لحسم التأهل والاستمرار في طريقنا لتصدر المجموعة من خلال مباراة سنبا في الجولة الاخيرة ان شاء الله يوم 9 إبريل وهتبقى رسالة قوية على فكرة بالمناسبة لكل المنافسين ان حامل اللقب وبطل هذه البطولة بينافس على اللقب والحلم البطولة العشرة بإذن الله ويكون متصدر المجموعة لان في نفس الوقت لو بنبص على المجموعات التانية أبرز المنافسين للأهل في هذه البطولة بنتكلم على الترجي بنتكلم عن سانداونز الجنوب إفريقي بنتكلم على الوداد هم متصدرين مجمعاتهم السلاس الأخرى في انتظار طبعا تحديد الترتيب النهائي بعد الجولة الست